المترجم للقناة أهلا بكم في نشرة أخبار الرأي معكم فيها أحمد العنزي والبداية دوما بأبرز العنوين أكبر كمية خمور في تاريخ الكويت بقبضة رجال مكافحة المخدرات إعادة الفحص الطبي للعملة المنزلية عند تجديد الإقامة لدواع المصرحة العامة انتحاب ثلاثة مرشحين من السباق الانتخابي اليوم وتراجع العدد الإجمالي مرتاحين من الأداء مرتاحين من التعامل ما معنات أننا وقفنا لا طوحهم وإحنا أكبر نعمل إن شاء الله أن الشباب يكونوا يقوموا بدورهم كامل في هذا المجال تذليل العقبات لدعم الشباب في تبني المبادرات إطلاق نار في الأردن يودي بحياة ثلاثة مدربين أمريكيين وفي النشرة غذاء البعوض المفضل 180 ألف زجاجة خمر تقدر قيمتها بـ 15 مليون دينار تم ضبطها من قبل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في عملية أشرف عليها وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد وفي تفاصيل ضبط أكبر كمية كحول في تاريخ الكويت فأنه قد وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن مواطنا يقوموا بالإجار بالخمور وعلى ضوئها تم التحري على صحة المعلومة وتكليف أحد مصادر مكافحة المخدرات بعقد صفقة لشراء الخمور من التاجر وعند التسليم تم ضبطه لتبين أنه من أرباب السوابق وأنه يحصل على البضاعة من وافد إيراني يقيم في البلاد بصفة رجل أعمال وقد خبأ الكميات التي يحوزها في مخزن بمنطقة أصليبية من جهة نقل وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد للعامرين في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على جهودهم المتميزة وثمان الخالد الإنجازات المشرفة لرجال الإدارة في تحصين الكويت من خطر هذه السموم من جانبه قال الفهد أن التخطيط والتنظيم المسبق كان عنوان هذه القضية التي أثبتت تفاني رجال مكافحة المخدرات وتمييزهم في عملهم مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي شدد على ضرورة إجراء الفحص الطبي للعملة المنزلية الراغبة عند تجديد إقامتها سواء إجراءات الفحص الطبي في وزارة الصحة مبينا أن هذا الإجراء بدواعي أل كانت قد غادرت أم لم تغادر الكويت لافتا إلى أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة تمنح المقيمة الراغبة بتجديد إقامة إقامة مؤقتة لمدة شهر إلى حين الانتهاء من مصلحة العامة من جانبه ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن ما تدولته وسائل التواصل الاجتماعي عن تطبيق إجراءات جديدة بحق العملة المنزلية تقضي بقضوعها للفحص الطبي عند تجديد إقامتها هو قرار لوزارة الصحة تجنبا لانتشار الأوية والأمراض داخل البلاد وأشمل الوافدين المقيمين في البلاد بسمة عمالة منزلية والمنتمين لأربعين دولة حددها القرار تجهيزا لمهرجان الألعاب النارية الذي سيقام مساء غد السبت بمناسبة افتتاح مركز الشيخ جابر الأحمد دار الأوبرا أعلنت لدارة العامة للمرور عزمها إغلاق بعض الطرق القريبة من موقع المهرجان ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهرا كما أعلنت عن توفير حافلات لنقل جمهور الحاضرين وأحددت مواقعها إجراءات دارة العامة المرور تتضمن إغلاق بعض الطرق اللي هو طبعا شارع الخليج العربي ابتداء من تغاطع المكسب لغاية تغاطع وزارة النفط الذهاب وإياب راح يكون الطريق مغلق بالكامل وذلك ابتداء من الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم السبت 5 نوفمبر 2016 طبعا هناك راح تكون مواقف متعددة للجمهور لنقل الجمهور بعض هذه المواقف راح تكون هناك باصات معدة لنقل الجماهير اللي هي طبعا راح تكون الساحة الترابية المقابلة لمجمع الأوقاف وهناك مواقف أخرى سوف تكون طبعا مقابل كنيسة المطلة على شارع الخليج أيضا هناك مواقف يوم البحار المقابل مجلس الأمة وهناك أيضا مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة وموقعها طبعا راح يكون الساحة المقابلة لوزارة النفط حيث يكون هناك باصات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة لنقلهم من هذه المواقف إلى موقع الاحتفاليين ثلاثة مرشحين تنازلوا عن خوض الانتخابات النيابية المقررة في السادس والعشرين من الشهر الجاري ليصل أجمالي عدد المرشحين إلى 388 مرشحا ومرشحة وقالت الإدارة العامة لشؤون الانتخابات في بيان صحفي أن عادل الجارالة الإخرافي تنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الثانية فيما تنازل في الدائرة الخامسة كل من خالد سلمان شبيب العازمي وعبد المحسن يوسف المقاطع من منطلق تشجيع فئة الشباب على المضي قدما في تنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بتسريع إجراءات التنفيذ فيما أكد المعنيون أن هناك تطويرا لآلية العمل خلال الأشهر الثلاثة القادمة التفاصيل في تقرير لخالد الفارس المشاريع الشبابية الصغيرة باتت تتسابق على لفت أنظار المجتمع من خلال تقديم أفضل وأكثر المنتجات تنوعا وجودة وتحاول إثبات نفسها في كل محفل لكن ما هي الأسباب التي دعت الشباب إلى الاتجاه للمشاريع الصغيرة وهل يجدون الدعم الكافي لإنجاز أفكارهم؟ بما يخص الإجراءات الحكومية الهيئة العامة للقوى العاملة بدأت في إدارة مبارك الكبير وحسب ما تيني في آخر استطلاع للرأي عمله أن كل أصحاب المشاريع الصغيرة المتوسطة اللي مسجدين في هذه الإدارة يعني مرتاحين من الأداء مرتاحين من التعامل ما معناته أن نحن وقفنا لا طوحهم ونحن أكبر هناك تطوير جاي إن شاء الله خلال ثلاثة شهر القادمة بحيث أن يصير كله أونلاين ما يحتاجون نيون للإدارة الشباب يجدون ما يساعدهم على القيام بدورهم في خدمة المجتمع من خلال تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم الشبابية هناك توجهات من كافة دول مجلس التعاون لدعم المشاريع الشبابية بما فيها الصغيرة والمتوسطة أصحاب السمو والمعالي رصدوا مبالغ كبيرة لدعم هذه المشاريع ونتمنى إن شاء الله أن هذه المشاريع تأتي أكلها وتأتي أكلها بالنسبة للشباب ويقوموا بدورهم في خدمة المجتمع والنهوض بهذه المؤسسات لتكون شركات كبيرة إن شاء الله في المستقبل الهدف من دعم الشباب هو توفير خرص عمل وتقليل من نسبة البطالة في دول مجلس التعاون ونأمل إن شاء الله أن الشباب يقوموا بدورهم كامل في هذا المجال المشاريع الصغيرة والمتوسطات عدوا مؤشرا ناجحا على نمو وعي الشباب وثقتهم بأدواتهم الاقتصادية واستعدادهم الجيد لدخول عالم إدارة الأعمال والتجارة والصناعة الدعم والإرشاد عاملان أساسيان يحتاج إليهما أي رائد عمل جديد وهذا ما تسعى الحكومات إلى توفيره من خلال تكرار اللقاءات وتنظيم ورش العمل بهدف تبادل الخبرات من ورشة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خالد الفارس الرعي جمعيات النجاة الخيرية افتتحت مدرسة عطاء للطلبة اللاجئين السوريين في مدينة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا أوضح المسؤول عن مشروع تعليم الطلبة السوريين بالجمعية أبراهيم البدر أن مدرسة عطاء تضم سبعمائة طالب وطالبة يأتلقون تعليمهم من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية ليصل عدد الطلبة الذين قامت الجمعية بكفالتهم في تركيا ألفين وسبعمائة طالب وطالبة في الأردن أكد مصدر عسكري أردني مسؤول أنه وقع إطلاق نار متبادل على بوابة قاعدة الأمير فيصل الجوية في الجفر إثر محاولة سيارة مدربين الدخول من بوابة القاعدة دون الامتثال لأوامر حرس البوابة بالتوقف ما أدى إلى مقتل ثلاثة من المدربين من الجنسية الأمريكية وإصابة ضابط صف أردني وعضف المصدر أنه تم إخلاء المصابين للعلاج ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث في العراق تقدمت قوات الجيش داخل مدينة الموصل حيث تواجه مقاومة شرسة من قبل تنظيم داعش تقدمت قوات مكافحة الإرهاب إلى حي الكرامة شرقي المدينة وواجهت إطلاق نار كثيف من مقاتل التنظيم في قضون ذلك قال قائد عمليات نينوة الفريق الركن عبد الأمير يار الله أن جهاز مكافحة الإرهاب حرر أحياء منها الملايين والسماح والخضراء وكركولي والقدس والكرامة وفي الساحل الأيسر لمدينة الموصل رفعت القوات العالم العراقي فوق المباني بعد تكبيد داعش خسائر بالأرواح والمعدات إلى سوريا حيث أعلن الجيش الروسي إصابة اثنين من جنوده بجروح طفيفة بنيران مسلحين على طريق كاستيلو قرب حلب في حين أعلنت موسكو النظام سريان هدنة من جانب واحد في مدينة حلب عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة على أن تستمر لعشر ساعات بهدف إجلاء مقاتلين ومدنيين راغبين بمغادرة الأحياء الشرقية المحاصرة وسيتم إجلاء الراغبين عبر المعابر الثمانية بينها أثنان للمقاتلين التي جرى تحديدها خلال الهدنة الروسية السابقة لكن المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا قالت إن المنظمة الدولية ترفض إجلاء المدنيين ما لم يكن ذلك طوعا في تركيا قتل ثمانية أشخاص بينهم شرطيان في تفجير هزى وسط مدينة ديارباكر ذات الغالبية الكردية في جنوب شرق البلاد قرب مركز للشرطة وحمل رئيس الوزراء أبن علي يلدرم مسؤولية التفجير لحزب العمال الكردستاني ونجم الانفجار عن هجوم بقنبلية قرب قرب فرع شركة مكافحة الإرهاب والشغب تبعت ذلك اجتباكات بين أفراد الشرطة ومسلحين من حزب العمال الكردستاني وشملت الاعتقالات أحد عشر نائبا للحزب في البرلمان بما فيهم رئيس كتلة الحزب النيابية إذا كنت من أصحاب فصيلة الدم أو فأنت عرضة لهجوم شرس من البعوض حيث أثبتت دراسة يابانية حديثة أن فصيلة الدم هذه غذائه المفضل التفاصيل في تقرير ابتسام رمال توصلت دراسة يابانية حديثة إلا أن البعوض يفضل فصائل دم معينة على أن كثيرا من الناس هم ضحايا للدغة البعوض ليس بسبب اتساخ ملابسهم أو تعرقهم بل لأنهم يحملون فصيلة دم يفضلها البعوض وفي هذه الحالة لا يستطعون التخلص من البعوض حتى وإن استخدموا مستحضرات ومبيدات حشرية وخلصت الدراسة إلى أن من يحمل فصيلة دم أو يكون أكثر عرضة للدغ البعوض عن غيره وينصح الخبراء بارتداء ملابس فاتحة اللون لأن البعوض تجذبه الألوان الغامقة هذا وأن أكثر من أربعين بالمئة من سكان ألمانيا يحملون فصيلة دم أو لذلك هم أكثر عرضة للدغ البعوض ابتسام رمال أرأي الخام الكويتي يعاود الهبوط للأربعين تابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير أهلا بكم بـ 58 سنة انخفض سعر برميل النفط الكويتي في تداولة أمس الخميس يبلغ أربعين دولارا وثمانية وتسعين سنة في الأسواق العالمية انخفض تسعر النفط نحو واحد في المئة بسبب زيادة مخزونات الخام الأمريكي فضلا عن تشكك المستثمرين حول أمكانية منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك تطبيق خفض إنتاجها المزمع تنفيذه رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قال أن رفع الدعم كان مخططا له أن يستغرغ خمس سنوات لكن حكومته لا تملك هذا الترف أوضح إسماعيل أن انفاق على الدعم بلغ مئتين وعشرة مليارات جنيه مصري ولا يبقى سوى مئتين مليار للانفاق على المواطنين تعليقا على قرار المركزي المصري بتعويم الجنيه أشار إسماعيل إلى أن وجود سعري صرف يؤثر على الاستثمار الأجنبي وقال أيضا أنه من الضروري عدم الاعتماد على المساعدات دماء الشباب في الجسد الرياضي التفاصيل في صفحة رياضية بعد هذا الفاصل أهلا بكم احتكر رمات الكويت لفئة الرجال نتائج مسابقة الحفرة تراب بإحرازهم أربع ميداليات هي ذهبيتان وفضية وبرونزية ضمن منافسات البطولة الأسيوية السادسة للأطباق الطائرة التي تستضيفها حاليا أبو ظبي وفي منافسات فردي تراب حقق الرامي خالد المضف الميدالية الذهبية ومن خلفه طلال رشيدي الذي حصل على الميدالية الفضية فيما نال عبد الرحمن الفيحان الميدالية البرونزية وجاءت الذهبية الثانية في منافسات الفرق حيث توجى رمات الكويت الثلاثة المضف والرشيدي والفيحان بالمركز الأول وحل الفريق الهندي الثانيا بينما حقق الفريق اللبناني المركز الثالث رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الجابر العلي أكد حرص اللجنة على دعم الشباب وتمكينهم من أداء دورهم في تطوير الرياضة الكويتية لأسيما في الجانب الإتاري وقال الشيخ فهد تعليقا على اجتماعه مع عدد من اللاعبين السابقين في ألعاب الجنباز وكرة السلة وكرة الطاولة الليلة الماضية أن الوقت قد حان لضخ الدماء الشبابية في الجسم الإداري في الهيئات الرياضية لتحسين أدائها نائب المدير العام لشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح استغرب من الضجة المثارة حاليا من قبل بعض الأندية الرياضية حول تقليص عدد الألعاب في كل نادي رياضي مشينا إلى أن تقليص عدد الألعاب يبقى مقترحا قابلا للنقاش مع الهيئات الرياضية ومؤكدا في الوقت ذاته أن تقليص الألعاب مدخل لخصخصة الأندية مستقبلا نحن نعتقد اليوم أن الأندية الرياضية بوجود 16 لعبة في بعض الأندية أو 15 لعبة أو 14 لعبة اعتبر عدد كبير ومعظم الألعاب لا تحظى بالأهمية التي تحظى فيها بعض الألعاب مثل كرة الغدم أو السلة أو الطائرة بعض الألعاب الفردية التي تعتبر مستقبل الكويت الحقيقة مهملة بشكل كبير بل وصل الأمر أن بعض الألعاب لم تمارس أصلا الاتحادات ما مارست نشاط يعني اليوم مثل الجنباز يمكن صار لسنتين اتحاد تقريبا واقف التنس أيضا أنشطة متواضعة كثير من الاتحادات ما قاعدة تقوم بالدور المطلوب من هالمنطلقة احنا قدمنا مقترحا تغليص عدد الألعاب إلى 6 ألعاب وهذا يظل مجرد مقترح قابل التطوير ممكن تزيد الألعاب ممكن يعني لا يؤخذ بمأخذنا وكأن هناك في عزمة رياضية هو مجرد نقاش راح نتناقش فيه والهدف منه مصلحة الرياضة وأيضا يقودنا لموضوع تخصيص العندية مستقبلا أو خصصتها يعني اليوم لما تغلص الألعاب إلى 6 يكون نادي مهيت يعني تخيل هي عملية حسابية نادي مثل ميزانيته مليونين دينار يصرف على 15 لعبة أو على 6 لعبات أفضل وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعاتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على يوتيوب الراي تيوب في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة